جياب كيف تبرر بريطانيا هذه الرغبة في دخل مزيد من الأموال والنفقات من أجل ميزانيتها الدفاعية نعم فضيلا ربما ترجم ذلك من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء ورد على أسئلة أعضاء مجلس العموم البريطاني قبل قليل عندما تحدث وقال بجملة واحدة عهد تراجع الانفاق أو خفض الانفاق العسكري قد ول وانتهى ابتداء من الآن هذا الرفع في الميزانية هي لمواكبة التطور التكنولوجي الدولي وجاء ذلك بعد تقييم من قبل الحكومة البريطانية حول القدرات العسكرية الخاصة بالجيش البريطاني هناك بريطانيا هي الأولى من حيث الانفاق العسكري على المستوى دول أوروبا بالإضافة للثانية على مستوى دول أعضاء حلف تحالف شمال الأطلسي هنا الحديث عن رفع في هذه الميزانية ب 16.5 مليار جنيه سترليني على مدى أربع سنوات تضاف إلى أربعين مليار جنيه وحجم الانفاق السنوي للجيش البريطاني التطوير هنا تطوير لوكالة جديدة أسست وهي مهتمة بالذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية واستخدامها بالقوة العسكرية البريطانية بالإضافة إلى الفضاء وغزو الفضاء إن صحى التعبير وتأمينه من قبل الجيش البريطاني هذا وزارة الدفاع أصبحت على عاتقها أيضا الذهاب إلى الفضاء من الناحية العسكرية بالإضافة إلى الحماية السبرانية أو حماية من الهجمات الإلكترونية في المملكة المتحدة هذا التطور الحديث من قبل وزير الدفاع أيضا ردا على هذه الميزانية هو لمواكبة التطورات التكنولوجية حول العالم من الناحية العسكرية شكرا جياب أبو صفية في لندن